فجأة بقت عروسة وما كانتش أي لأي حاجة ولا حتى حواليها إشعاعات عارفت داري كويس قوي لحد ما فجأت كل الناس ويمكن كمان الوسط الفني كله ما وما حدش كان يعرف أصلاً غير أصحابها وبس أيوة اللي فجأت الناس دي كلها الفننا ياسمين رئيس اللي احتفلت بالحنة بتاعتها وكمان خلاص بتستعد للفرح بتاعها كمان كان يوم وده كان في تكتم شديد جداً على مواقع التواصل الاجتماعي وغالباً كمان عن الوسط الفني كله واللي بدأ بإعلان الخبر هي ياسمين رئيس بنفسها واللي نشرت ستوري على حسابها في انستجرام وهي بفستان فرح والناس فكرت في الأول إنها صورة خاصة بالفيلم بتاعها اللي بتصوره اليمين دول واللي اسمه الفستان الأبيض لكن الحقيقة ما كانتش كده خالص والصور دي ملاش أي علاقة خالص بالفيلم دي صور حقيقية من الحنة بتاعتها على رجل الأعمال المصري أحمد عبدالعزيز ياسمين رئيس الناس فضلت مبهورة شوية بالخطوة اللي هي أخدتها خاصة إنها ما كانتش مبينة أي حاجة في الكم شهر اللي فاتوا مش بس كده دي كمان ظهرت في كذا لقاء تلفزيوني الفترة اللي فاتت وما كانتش بين عليها أي حاجة ولما تسألت عن موضوع الجواز ما تكلمتش في أي حاجة خالص وطلعت شاطرة قوي إنها تخفي ياسمين رئيس كانت في حنتها عروسة زي الأمر لبست فستان قصير فوق الرجبة وعلي دنطال مغاطي لغاية الجزمة واللي ما كانتش كعب ولا أي حاجة كان كتش أبيض عادي أما الفستان ما كانش فيه أي حاجة أوفر وياسمينة عملت اللي أي بنت عدية بتعمله ومش ده بس اللي كان عادي وكانت شبه أي بنت فيه لأ ده كمان كانت الحنة كلها فيها صور لها متعلقة في كل البيت وطلعت بقى ياسمين رئيس بالموضوع ده ماشية زي موضة كل البنات ما فرقتش بين إنها ممثلة وإنها بنت عدية الجواز طلع مش بيفرق بين طريقة فرحة البنات أيا كانت شغلنتها إيه طبعا بقى أصحابها ما سبوهاش خالص وكانت أول الموجودين دينا الشربيني صاحبة عمرها اللي ما ثبتهاش لحظة وكان باين عليها قد إيه يا مبسوطة ليها وإنها بقت عروسة من تاني ده غير طبعا زغروتتها اللي لفت السوشال ميديا كلها واللي باينت قد إيه دينا الشربيني بتحب ياسمين رئيس بس ده ما كانتش فيه ناس كتير تعرفوا إن النجلاء بدر من الصحبات المقربين لياسمين رئيس واللي كانت أول الموجودين في الحنة بتاعتها واللي تمنيت لها الخير دايما وكمان وصفتها بإنها أحلى عروسة بغير طبعا دونيا سامي وناس تانية من الوسط الفني أما بقى صابة مبارك ما كانش ينفع تسيب صاحبتها أبدا في مناسبة زي دي لدرجة إنها ثابت مهربان كان اللي كانت موجودة فيه عشان تيجي تحضر حنة صاحبتها ياسمين رئيس ما هو معروف إنهم هم التلاتة ديناء وصابة وياسمين أقرأت تلاتة البعض من زمان قوي أما بقى العريس واللي انتشرت أخبار عنه بس مش عن طريق ياسمين نفسها فهو أحمد عبد العزيز بس مش طبعا الممثل لا درجه الأعمال ومؤولات كبير جدا وملوش في الوسط الفني ولا التمثيل واللازم إنه خالص والحاجات اللي بتهمه بس هي شغله والرياضة بس زي ياسمين رئيس هو مش الزوج الأول في حياتها وكانت متزوجة قبله المخرج هادي البجوري واللي انفصلت عنه من سنتين كمان خلفت منه ولد ياسمين كمان برضو مش الستة الأولى في حياته وده مش هتصدق بقى إنه كان متجوز مين قبلها كانت حماته تبقى الفنانة الرغضة لإنه كان متزوج بنتها الصغيرة أما بقى شغله جنب المؤولات فهو شغال في إعادة تدوير النفايات واستخراج المعادن الصعبة يعني ياسمين وقعت وقفة أما بقى جنب الرياضة فبيحب الصد جدا ومهووس بسباق العربيات واللي بيشارك فيها بنفسه وبكده بقى هنشوف ياسمين رئيس عروسة خلال الأيام اللي جاية ونشوفها هي وصحابها يعملوا إيه في الفرح ومين بالضبط اللي يحضر من الوسط الفني وربنا يتمم لها على خير